ازاي ممكن تتم اجراءات عزل ترامب؟ تعالوا نشوف مع بعض انا قلتلكوا اربع خطوات او اربع اجراءات نشوف تفاصيلهم عشان يبقى عارفين احنا ازاي بدأت الموضوع ووصل لحد فين وممكن يكمل او ما يكملش ولكن احنا بنستعرض مع بعض اللي حصل كيف يتم عزل الرئيس الامريكي اي رئيس امريكي؟ تقوم ست لجان في مجلس النواب بالتحقيق في المخالفات المنسوبة للرئيس والتي توجب العزل وترسلها للجنة القضائية في المجلس اللي بيحقق مين؟ لجان في الكونجرس اللي هو زي مجلس الشعب عندنا زمان وبعدين بتاخد النتائج توديها للجنة القضائية النتائج التحقيقات لو كانت كافية للعزل مجلس النواب بيصوت على العزل اذا كانت نتائج التحقيقات نقف يا جماعة شوية اذا كانت نتائج التحقيقات كافية للعزل شافوا انه هو مجرم شافوا انه هو اخطأ بيكمله طيب نتائج التحقيق والتهم غير كافية ولا توجي بالعزل خلاص يفضل ترامب في منصبه خلاص الموضوع انتهى لحد كده ولكن اللي حصل دلوقتي ان نتائج التحقيقات شافتها اللجنة القضائية انها كافية للعزل الحزب الديمقراطي عنده الاغلبية في المجلس فبدأ يصعد الموضوع للمرحلة اللي بعد كده مجلس النواب يصوت على العزل واللي هو الكونجرس وده اللي تم بالفعل الغالبية تصوت في صالح العزل اصوات اقل من الغالبية لصالح العزل طيب اذا الاصوات اقل بيبقى ترامب في منصبه اذا كانت الغالبية تصوت لعزل ترامب يتم عزل دونالد ترامب من المنصب عن طريق الخطوات اللي بعد كده احنا وصلنا دلوقتي للمراحل دي ان الغالبية صوتت لصالح عزل ترامب من موقعه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية الخطوة اللي بعد كده ايه تعالوا نشوف مع بعض خطوة اللي بعد كده هيروحوا لمجلس الشيوخ تنتقل مواد العزل لمجلس الشيوخ علشان يعقد المحاكمة خطوة الجاية الانتقال تنتقل مواد العزل لمجلس الشيوخ لعقد المحاكمة بس لازم هنا نعرف حاجة مهمة ان الجمهوريين اللي منهم دونالد ترامب هم الاغلبية في مجلس الشيوخ دلوقتي الكونجرس اللي هو مجلس النواب الاغلبية فيه كانت للديمقراطيين تونانسي بيلوسي اما مجلس الشيوخ فالاغلبية فيه دلوقتي للجمهوريين الحزب اللي تابع ليه دونالد ترامب بعد المحاكمة يصوت مجلس الشيوخ على ادانة الرئيس طيب ازاي ممكن يتم ادانته وعزله اذا صوت تلتين الاعضاء اذا صوت تلتين الاعضاء في مجلس الشيوخ وقالوا ان ترامب مزنب يتم عزله وقتيا من رئاسة الولايات المتحدة الامريكية اذا صوت الاعضاء او صوت ثلثة الاعضاء بعدم الادانة يبقى ترامب في منصبه كلام ده احنا نقلينه منين من النيورك تايمز ده المصدر علشان بس انا عارفي فيه ناس بقى بتطلع تحلوه كتير وقل لك ايه خلاص بقى هو حيتعزل ايه بتهبده انا بقول لك الدستور الامريكي بيقول ايه وبقول لك احنا وصلنا لفين هم اربع مراحل وصلنا لمرحلة التانية المرحلة التالتة ان الموضوع يروح عن مجلس الشيوخ ويتم محاكمة ترامب والمرحلة الرابعة هي التصويت اذا صوت تلتين اعضاء مجلس الشيوخ بانه هو مزنب خلاص الموضوع حينتهي حينتهي وحيتشاك اذا قالوا لا ما فيش مشاكل خلاص بقى هو في منصب الراسة الجمهورية او الراسة الجمهورية الامريكية انا اللي بيهمني هنا ايه الانتماء للدولة مش للرئيس ده دي مبادئ عند الامريكان وبينتمي للعالم بينتمي للدولة بينتمي الامريكا مش هيقولك انا سيساوي يا جماعة ده سيسي ده اجدع احنا ترامبوية بقى ومية مية مفيش كلام ده الخبل ده حالة حالة الخبل ده مش موجودة ما بنلاقيش مثلا لعيب كرة امريكية بيطلع الفضول الامريكي يقولك انا مع ترامب وترامب احسن واحد في الدنيا ولازم ترشحوه ده في الدعاء الانتخابية بس دلوقتي ما بيطلعش يدافع عنه اسوال عيب كرة ما بتلقيش فنان مثلا بيقولك والله احنا هنعمل الفيلم عن الجيش ونطلع ازاي ترامب حمل البلد من المش عارف ايه مفيش كده بتنتمي للدولة مش بتنتمي للشخص وبيساعدك في كده الدستور والقواعد الحاكمة في الدولة الامريكية طيب نرجع